بسم الله الرحمن الرحيم صرح معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد الصالح بأن مجلس الوزراء قد عقد صباح اليوم في مقر وزارة الداخلية اجتماعا استثنائيا برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك الحمر الصباح رئيس مجلس الوزراء لمتابعة تداعيات الأمطار الغزيرة التي تشهدها البلاد والاطلاع عن كثب على تفاصيل النتائج والأثار التي ترتبت عليها وعلى الخطط المعدة لمواجهة مثل هذه الظروف وسبل تنفيذها من أجل ضمان سلامة المواطنين والمقيمين والمحافظة على الممتلكات العامة وسبل الوقاية من مثل هذه الحوادث وأثارها مستقبلا وقد رحب سمو رئيس مجلس الوزراء في مستهل الاجتماع بأخيه معالي نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح بعد عودته سالما غانما من رحلة العلاج سائلا المولى علي القدير له مفر الصحة والعافية لمواصلة عطائه ودوره المشهود في دفع مسيرة البناء والتنمية في البلاد هذا وقد استمع المجلس إلى تقارير تفصيلية قدمها كل من الوزراء والقيادين حول ما قامت به الجهات المعنية من الاستعدادات وجهود في مواجهة هذه الظروف الاستثنائية كل من وزارة الدفاع ووزارة الداخلية بقطاعاتها المختلفة في العمليات والمرور والدفاع المدني إلى جانب الحرس الوطني والإدارة العامة للإطفاء ووزارة الإعلام ووزارتي التربية والصحة وبلدية الكويت والأرصاد الجوية وذلك للوقوف على كافة التفاصيل المتصلة بهذا الحدث وقد شدد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمر الصباح على ضرورة متابعة التجهيزات لمواجهة كافة الاحتمالات نظرا لاستمرار سوء الأحوال الجوية مؤكدا على تقصي أي وجه من أوجه الخلل أو التقصير أو التهاون ومحاسبة المسؤولين عنها سواء من الأفراد أو المؤسسات أو الشركات وإجراء تحقيقات عجلة لهذا الغرض كما عبر سمو رئيس مجلس الوزراء عن شكره وتقديره للجهود المخلصة الدأوبة التي قامت بها مختلف الجهات المعنية في مواجهة حدث غير مسبوق منوها بكل التقدير بالمتطوعين من الشباب الذين حرصوا على معاونة الفرق العاملة ومساعدة الإخوة المواطنين بما يمثله ذلك من نموذج رائع للمسؤولية الوطنية والإيجابية التي عرف بها أهل الكويت في فزعتهم في مواجهة الأزمات والمخاطر هذا وقد أشاد سمو رئيس مجلس الوزراء إلى حجم الأضار الجسيمة التي تعرضت لها البلاد والممتلكات المواطنين لما يستوجب تدارس آلية مناسبة للمساهمة في دعم المتضررين من أجل تخفيف معاناتهم وقد أوضح معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بأن مجلس الوزراء سوف يكون في حالة عقاد دائم لحين الانتهاء من هذا الظرف الاستثنائي